أبتدي مع حداك يا سيدة اللواء نتكلم شوية عن القرار نفهم القرار إيه مضمونه والهدف منه في التوقيت ده بالذات طبعا في قوانين منظمة للأعمال ترخيص المحلات التجارية في قوانين لها شطر خاص وشطر عام شطر العام والخاص هما يعني إنه هو بيتيح أو يمكن السيد مصدر القرار اللي هو السيد محافظ القاهرة إنه يصدر القرارات اللي هي ممكن تنظم الترخيص وممكن نضيف في أي وقت أي قرارات ممكن يكون من شأنها إنه إحنا نعمل عملية انضباط لعملية هذا الكلام طبعا فيه قرار فيه ده صادر تبقى للقانون 453 لسنة 54 الاشتراطات العامة ده واشتراطات خاصة الشتراطات الخاصة ده متروكة زي ما قلت لحضرتك تقدير للجهة الإدارية اللي هي بيتنظم إحنا في الفترة الأخيرة كان لابد إن إحنا نتماشى مع الظروف الأمنية الموجودة والحالة بالنسبة للقاهرة القاهرة طبعا تعدادها حوالي إحنا قربنا على 10-11 مليون حاليا والوافدين بيزدادوا حاليا عدد التكدس الموجود في القاهرة كبير جدا عملية متابعته وعملية إن إحنا يبقى فيه بسط للأمن منتهى الصعوبة القاهرة فيه كانت مبادرة من القاهرة إن إحنا في بداية إحنا حلفنا يمين بقى إنا سنتين كانت إن إحنا زي نتحكم في ميدين القاهرة كلها إحنا ركبنا حوالي 250 كاميرا حاليا أو في طور إن إحنا نكمل 250 كاميرا في ميدين القاهرة كلها بحيث يتحكم في عملية تنظيم المرور وعملية برضو عملية إن إحنا نتعكم نقل القاهرة كلها قدام بسط القرار في الشاشة العمومية أو الشبكة العمومية موجودة في منها في محافظة القاهرة والأخرى في إدارة عامة للمرور بحيث إن كل ميدين القاهرة بمختلف أنواحها يتم التحكم فيها في عملية السيولة والحركة المرورية بالنسبة لإسير المواطنين وفي نفس الوقت أنا بتحكم فيها بالنسبة للسيارات المخلفة التوماتيك الكاميرا بتظبط مجرد ما يبقى في إشارة حمرة في تعدي تخطي لهذه الإشارة بيتم التقاط الصورة وإرسالها مباشرة لإدارة العامة للمرور وتسجيلها وتسجيلها بقى للمواطن وإحنا في طور إن إحنا في التجديد إن إحنا يبقى كل صاحب سيارة ليه رقم الموبايل بتاعه هيتم إرسالها عقب انتهاءه من السير بصورته هتقوله إحنا إنت خلفت في كذا وكذا وكذا حدك قلت لي يا فاندم 250 كاميرا 250 ودي تكلفت علينا ما يقرب من 260 مليون جنيه على سن نعمل انضباط في حركة المرور حاليا في وسط البلد مثال كل الناس شافتها حاطتك لو دخلت في شارة طلعة حرب بتلاقي الإشارات على مرمى البصر حاليا موجودة اللون الأحمر أو اللون الأخضر هيبقى فيه وحدة خط فيه الأول هل 250 دي دفعة أولى يعني برضو جاري التعاقد على كاميرات تانية ولا إن شاء الله مع الافتتاح الميادين الأخرى التانية دي عملية التطوير التامت إحنا كنا دخلين وسابقين الزمن فيها بحيث إن إحنا نبدأ حضرتك عشان نعمل ونركب الكاميرات دا كانش فيه كاميرات قابل كده؟ كانش فيه حاجة خلص كانش فيه حاجة خلص